اشتركوا في القناة 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 فييجي بقى ربنا اروح داخل في المشهد موسيقى يعني كده ايه موسيقى اغنية تريلر بتاعت مايكل جاكسون كده وخوف ورعب وبتاع وقولك ايه خدوه فاغلوه اه بي دات خدوه فاغلوه ثم الجحيمة صلوه لما تعملها لي بال يعني انا عايزة تقطر انت عايزة تقطر عايزة تلاوة يعني اه انا انا اعايزة استمتع بالآيات دي تاب خد عندك بقى يا سيدي انا سادي اهلا يا سادي خدوه فاغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعوها سبعون دراعا فاسلكوه موسيقى تصورية التانية بقى والدموع والشحتفة والعالم عامات الشحتف في المسجد ونهناها بقى الناس بيتموت في الحاجات دي فيلم اه انا كنت بجامة دراسة كان جاني يومين كده اتخبطت في عقلي ودخلت مع الاخوان المسلمين فكانوا الشباب بياخدونا بقى في رمضان بالتحديد نروح نصال التراويح فين في مسجد عمر بن العاص في القاهرة اكبر جامع في مصر واعدم جامع وبتاع يجي الشيخ محمد جبريل كان يقرأ الايات اللي يامل النوعية دي بقى وكل عشر تلاف واحد بيصلوا والدنيا مقلوبة وانا قاعد كأنن في فيلم هندي انا يعني بوكاو اه انا يعني كنت مؤمن ومسلم وكل حاجة وبحب ايات من القرآن بس ما بحبش القادي اي حاجة بتخوفني بتنفرني كنت بتحس بيه وانت تسمعها طب قاعدت كده يعني كنت كنت بس بقول الناس دول بتعيط علي مخايفين من العداد طب مش شيء مش كويس خالص يعني انا حتى في عز ايام ما كنت تشايف ان الخوف لا يمكن ان يصنع فضيلة بالعكس ده الخوف الفضيلة اللي بتجي من ورا الخوف هي لا قيمة له يعني اول ما بينشال الخوف بيضيع الفضيلة وبيضيع اصلا المجتمع المتماسك بهذا الشكل وهو محمد كان ماسك المجتمع بتاعه في المدينة بالخوف الخوف من سيفه او الخوف من عذاب الرب الخوف من الصواعق والمعجزات اللي ممكن يجيبها عشان نبني ولذلك اول ما مات محمد الامة بتاعته بتدوا يقتله في بعض متى ما سكتش بتدوا تخنقوا على من يحكم تخنقوا على فلوس الردة يعني كله بالخوف اه يعني ما بقاش من هذا الكيان اللي هو مبني على يعني الخوف مباشي كتير يعني طب لو رجعنا للآية دي اللي هي بيهدد فيه خدوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وبعدين يقول له انه كان لا يؤمن بالله العظيم دي جريمته يعني الراجل ما كانش يؤمن اعمله فيه كل ده هو واحد دخل عليهم قال لهم انا نبي العلبة دي فيها ربنا سبحانه وتعالي امن به طب مين ده ايه ده يعني مش قادر يفهم مش عارف استوعبه ده من اول ما دخل عليهم من قبل ما يشرح لهم حتى بيقول له ما امنتش بده هتروح النار ناري انت هو انا عرفت مين اللي في الصندوق اللي امن من الاول امضيلي على بياض طب يرى ايه في النساء متى الستة وخمسين بيقول لك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب انا انا يعني في تصوري دلوقتي طبعا اه يعني انا كنت بحاول التفع للايات دي ان انا اقول اه زي ام يام زمام كده تقول لي لو اتأخرت احشرب من دمك اه يعني تهديد مبالغ فيه بتتحك علي عشان ايه ما اعملش كذا عشان ما اتأخرش اه مش عارف ايه لو روحت بشايف حقت امرأبتك فكت دايما المصطلحات ما شاء الله عمدنا يعني ايه ده نفس النوعية دي يمكن نفس التقاطق اه حشرب من دمك طب يعني ده فيلم فيلم الفامبير عشرب من دمك فأه يعني ما تاخدش فأول يمكن ربنا برضو ايه بيكلم الناس على ادعو لهم اه يعني قلوهم حاشوي جلودكم مشافية عشان يعني ما كنوش يفهموا بس دي دي سادية رهيبة يعني يا جماعة يا ربنا جلدهم اتحرق غيروا لهم تاني انا عايزة استمتع اشوفهم كده بيتشو وصرخوا يعني طبعا سادية مفرطة بس هو لو انا بقتي ببص من المنظور ان الكتاب ده لا من عند ربنا ولا من عند اي حد الا محمد ونفسيته المضطربة هلاقي ان محمد كان عنده ازمة مع الناس اللي مش قابله وبيحاول اهم حاجة عنده ان هم يقبلوا باي طريقة فيجي لهم لكم دينكم ولا دين يقولون مش عايزين يجي لهم حتى ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموازل الحاصل برضو مش عايزين فحاول يزود العيار شو يقولون جهنم وحشويكم وحعملوكم عايز الاعتراف به فهي نفسيته المضطربة ان هو منبوث ان هو مش قابلينه ان هم مش عايزين يصدقوه الايات اللي بيهدي فيها العزاء فدايما يشتمل اللي هو العزيز يشتمل اللي هو عنده مال يشتمل اللي هو عنده بنون يشتمل اللي هو بيقول عليه اساطير الاولي فهي نفسيته انعكاس لنفسيته والله العظيم اللي اقطعكو حتت يا ولادي اللزينة تبدأ انا حشوي جلودكم ومن كتر غزو منكم لما تندق الجلود حبدلكو تاني وافضل اتفرج عليكم كده وتشتهوا الموت ولا ادهلكو واسحلكم حاعلم على مناخركم زي ما زلتوا التعليم على المناخر دي يعني حذلك زي ما انتو زلتوني حاسحلكو واعذبكم زي ما وآية الجلود يعني حتى يقولك الانسان الذي لا يشعر بشعور حسن تحت جلده يعني وحاسس تحت جلده انه مش مرتاح فهو ده بينعكس في تصورات ده يعني ما فيش يا شهتر ما فيش ما فيش رواقف الدنيا ممكن يتفنن في وصف مشاهد العذاب زي ما فعلها القرآن القرآن ده ولا دانتي آه لا ده دانتي استعار من القرآن ده دانتي مستعار الفكرة كلها من رحلة محمد إلى الجحيم ويشوف بقى البلاو الزرق استعارها من هذه الفكرة يعني حتى بيسخر منها فهو طيب أنا يعني مش مستمتع يعني انا اكذب عليك انا مستمتع لا انا مش مستمتع يعني ده ده كلام هو أنا حقول لك على حاج حقول لك على حاج هو احنا وإحنا أطفال كانوا دايما يقول لك ايه نعم ولا يجيك أمنا الغولة أو أبو رجل مسلوخ أبو رجل مسلوخ هو ربنا الغول احنا هو ربنا أبو رجل مسلوخ هو يعني نفس الفكرة ربنا هو أبو رجل مسلوخ اللي سألخ رجله طب معنا ممكن لما جري ما حصرنيش عشان خطر رجله مسلوخة ما تفكرش خاف بس طب احنا هنكمل في الموضوع ولما عملتو الشير لما عملتو الشير حيجي لكم أبو رجل مسلوخة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة